السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله فتح اجمالي للحدود وزيادة الرحلات الجوية والبحرية كلما تريد معرفته عاد الفتح الكامل للحدود الى قلب الاخبار في الجزائر بعد الاجراءات الحكوميات الاخيرة التي تنذر باعلان وشيك في هذا الاتجاه بدأت السلطات الجزائريات في فتح حدود البلاد بشكل تدريجي منذ الاول من يونيو تسرعت هذه العملية في الايام الاخيرة بقرارات جديدة تتعلق على وجه الخصوص بالبلدان التي تخدمها الشركة الوطنيات للطيران الجزائر وبعد ذلك اعلنت وزارة النقل في الايام الماضية عن افتتاح خطوط جوية مع ثلاث دول جديدة هي المملكة المتحدة وكندا والامارات العربيات المتحدة كما تقرر زيادة عدد الرحلات لمعظم الوجهات الموجودة بالفعل باستثناء فرنسا وروسيا وفي نفس الجانب اعلنت دائرة عيسى بكاءة ايضا استئناف المعابر البحريات بعدما يقرب من عامين من التعليق دخل هذا القرار حيز التنفيذ الخميس الماضي ويتعلق حاليا بفرنسا واسبانيا وستنظم الرحلات مع هذين البلدين على متن سافيانتي باجي مختار ثلاث والجزائر اثنان التين يمكنهما حمل ما يصل الى 1500 و1200 الراكب على التوالي فتح شامل للحدود في الجزائر منع كما ان تكاثر قرارات السفر ينظر بفتح كامل للحدود الجزائريات في الاسابيع المقبلة في حين ان السلطات في البلاد لن تصدر اي اعلانات رسميات بعد هناك عدة نقاط تشير الى ان اعادة الافتتاح الكاملة يمكن ان تتم بحلول نهاية هذا العام لقد اعلنت حكومة ايمان بن عبد الرحمن بالفعل قبل ايام قليلة عن رفع اجراء الحبس الجزئي في الولايات ال 23 التي كانت خاضعة لها هذا القرار المقرر لمدة 21 يوما يفتح الباب لاستئنا في السفر بالكامل اذا استمر الوضع الصحي في التحصن التقدم المحرز في حملة التطعيم هو ايضا علامة ايجابيات للجزائريين في الخارج الذين من المفترض ان يتمكنوا قريبا من السفار دون قيود الى التراب الوطني وبحسب التصريحات الاخيرة لوزير الصحة فقد وصلت الجزائر بالفعل الى نسبة 50% من السكان الملقحين وتجدر الاشارة ايضا الى ان مصادر مطلعة على الامر قالت لان الحكومة تعتزم اعادة فتح الحدود الوطنيات بالكامل بحلول منتصف الدجنبر